هسألك على حاجة بخبراتك برضا هل الأندية قطاعات الناشئين فيها واختيار اللاعبين الصغيرين في الاختبارات وخلافه هل دي ينفع تتحط تحت ركابة اتحاد الكرة ولا كل نادي حر؟ لا كل نادي حر طيب أنا لو كل نادي حر وأن لما اللعبة دي المفتوضة هتبقى مستقبل الكرة المصارية لمنتخبات الوطنية لو كل نادي حر في نادي بيجامل لعبين صغيرين في نادي بياخد فلوس عشان اللاعبين صغيرين يلعبوا فيه مدربين وأن أنا بقول لك الكلام اللي انت عارفوا عشان أنا عارف انت مش هتقوله فيه مدربين بياخدوا فلوس عشان اللاعبة دي تلعب طبعا فيه حاجات فيه أنا آسف ودائما بقول كده ومش بتكسر فيه فيه فساد في الحتة دي فساد كبير طيب الفساد ده من اللي هيدور وراه لا يعني أنت لأ زي ما قلت زيك في الأول أنت بتحط السيستم كالتحاد كورة لكن انت عايز تقول لي مثلا أن أنا كالتحاد كورة هدخل نادي كذا وأشوف المدرب ده لأ هو بيلاعب ده عشان بياخد فلوس ولا هتعمل كذا لكن فيه حاجة اسمها زي ما حمله دلوقتي فيه حاجة اسمها لايسنس دلوقتي يبقى لازم واحد بيساوي اتنين عشان ما بيعمل حاجة غلط تعفت ايه بقى وتمنعه ان هو يمر يعني يبقى فيه حاجات بقى مقننة شوية فأول حاجات تجيب الرخصة ايه رخصة بيه رخصة وده بيتعامل الحمد لله رب العالمي بيحصل دلوقتي لكن الرقابة من نادي وبعد كده ما يفرز لك حاجات ما وخلي بالك ان نادي مصلحته ان هو يطلع عناش ايه مش مصلحته ان هو بس الرقابة لازم من ادارة نادي نفسها انا مشكلت بس ان نادي مبقاش بيرائب كويس اشكاها بضار حد رائب لو هي فلوسه حيرائب لو هي فلوسه حيرائب خلي بالك اه لو الراجل حاطت فلوس كمستثمر او حيرائب طبعا لكن لو النادي بيبقى يعني فيها مقصد دي انا جي واحد مسؤول في القطاع ناشئين لاحد الانداء الكبرى فمصر كان نضيف معي اه في نص كلامه كده قال لي اه طبعا لازم يبقى فيه جزء مجملات يبقوا موجودين معايا في الفرقة وانا ازاي يعني لازم طبعا يبقى فيه مجملات اه اعافيك اللي ما بجملش يمشي اه اه ايه اه اصلا بس صح يا عم ما هو اللي صح اتنظر افاكك هتكفل انا بول انا بول انا بول اتكلم في الخورة اه اللي ما جملش يمشي انا بقل اه هيمشي من مين انا بس هرجعك من نورة تاني انا همشي وراك هيمشي من مين الادارة هتمشيه اه كل ما بتجبر كل المسؤولية بتاعتك بتجبر كل ما بيبقى فيه مجملات لكن الرجل اللي تحت تاها يجامل يعني ممكن يجامل برضو واحد صاحبه يعني المجملات موجودة من فوق من تحت مية في المية صحب اه طيب بس انا بقولك تاني اه طبعا في مجملات طبعا يعني واحنا نخسر في الاخر اه انا بكلمك هقولك حاجة بقى الحاجة المور يعني البروجرام بتاعك بتاعك بتاعنا فوركزامبل اه هو جاب ناس مش مقاعدة فان ده صح اه اتمنى طبعا ان هو يكون فعلا ناس مش مقاعدة فان ده اه فدي فكرة كويسة جدا عظيم صح ولا بصح طبعا فده برضو سكة غير يعني غير البول بتاعه الناشئين والكلام ده كل برضو والنقوطة اللي فيها مصح وطبعا انت كل ما هتعلم المدرب حاجات هيينفذها صح صح هتضيق عليه الخناء لكن سايبه يضرب زي ما هو عايز وسايبه يفتي زي ما هو عايز وزايبه يلعب ده وبلعبش ده لكن هيخافة على رخصة بتاعته صح بمناسبة المدربين في قطاعات الناشئين اه احنا تكلمنا اللقتي انه خلاص اتحد الكرة قدت فكرة انه لازم بقى معك رخص ما يبقاش احد الحمدلله احنا عايشين فترة بقى انه كده اللي بيعتزل بيروح يشتغل في قطاعات الناشئين وكاينة وتكريم اه او بمعنى تاني انه والله واحد صاحبي عايز يشتغل فحطه في فرقة 16 حطه في فرقة 2005-2003 الموضوع ده برضو اثر اختيار المدربين ومعايير اختيار المدربين في فرق الشباب يبقى عامل ازاي يا كريم فضل هو بغض النظر وانت مش لازم تبرعيب كويس اشتبقى مدرب كويس ده رقم واحد اتنين تاني وتاتة ورابع العلم وان انت ازاي تعرف تصقف نفسك في السن الصغير اكتر حاجة مهمة ان انت في خطاع ناشئين العلم لان الولد الصغير ده ما يفعش تقد تطلعه الجبل واتنزله الجبل زي ما كان بزمع بيحصل في حاجة ما يفعش ان انت تجيبه الساعة عصرف في الشمس جدا ويزوق بالمدرسة عشان يحيخد دورك تمرين عشان انت فاضي كان مدرب شه ده الاتحاد الكورة بقى اه ده يقولك لا يا حبيب انت ما يفعش تدرب الساعة عشر سين هي مدرسة صح مظبوط ده دور ده الحاجات البسيطة بتيتخنق لكن الراجل يجي يدرب الصبح ويعامل اكاديمية بالليل واترايفت الصبح يعني انت ما دي انا سمعت مدرب في فرقة صغير اه اللي هما الاشبال الصغيرين يعني بيقول له بيزعق له طبعا بيوفيه سباب واشتيمة وبيقول له احنا لو خسلنا المطش اللي جاي دوت اتبرر فرقة وان لو خسلنا المطش اللي جاي دوت احنا حياتنا هتبوز طفل عنده 8 سنين من اللي مشغل بقى الراجل ده؟ انا بقى كنت قايف في نادي فبقول له هو 8 سنين ده ده تحت ما تحط تحت ضغط هيدي كويس تحت ضغط ده هيعضي عيط هيعضي بالدموع ده 8 سنين فهم بقى اصلا ببقاش عنده علم ولا فاهم انه ازاي يتعابل مع واحد عنده 8 سنين اداني ده دور الاتحادة كورة والليسس دي بتعلم فيها ايه؟ هو كورة بس؟ ولا نفسيا اهم حاجة مع الولد صغارية طبعا احنا هنلف عارف هنقض نلف في دايرة البرادم اللي شخط في الولد ده هو تشخط فيه قبل كده صح واكتر صح صح فبالتالي هو ده اللي عارفه عشان كده لا يصلح وبعكده مين اصلا رئيس النادي ليسيب واحد يضغط على الولد وليه اصلا انت هل انت انت قايله انت لو كسبت البطولة دي هديلك مسلا كمدرب او هعليك بان انت غلطان انت المرحلة دي مرحلة تعليمية مزلول مرحلة تنافسية بالزبط كده صح ففيه لفلز معينة كل لفل ليه المدرب بتاعه مينفعش ان ده لسه مخلص فحنسكنه هنا عشان كن لازم ياخد الليسس وده الابتدى يعزب انت شايف كده في تحاد الكورة بقى فيه الليسس ايه كل لازم يحصل بسرعة لكن اما حاجة تحديد بقى قطاع النشاقين اللي انت اصلا مش عارف سانا جاي المسابعة تبعان ده ازاي صح ده بسرعة انت فاكه اتفاجئت ان فيه هجوم فراح حصل البيانات طب هي ايه قريت البيانات قريت؟ الجملة اللي هو اجاب الصح لازم لازم تبص القدام وبعد كده هاتفاجئتنا ان ده حيحصل مثلا ده متاقع متاقع انا قلت الكلام ده وحقوله تاني انت بعيد ابتديت الضغط الناس ده تشوف ان انت بعيد فبتديت حاول تصلح يبقى تصلح صلح صح بقى هاي كل القادمة انت عندك مريني اوال لعب كرة؟ بالضبط مش لازم خلص مش لازم كرة بقت صناعة صناعة مالهاش دعا مين لعب كرة ومين مالعبش كرة انت قلت ازاي تلعب كرة كان جامد وهو العيد مش شرط ان هو يبقى مدرب كويس وممكن اللي جنبه ما كانش قاعد عندك 24 ساعة ويبقى مدرب كويس هل فيه ده رزق وده رزق ده قصة وده قصة ده شغل تاني وده صبر تاني خالص وده عصار تانية حيال كتير مش لازم مش لازم اللي يبقى لعب كريبه هو المدربة ممكن تاخد كوادر تانية طيب